أخذ بعض التعليقات تعليقات كثيرة مهمة جدا في الحقيقة وإن شاء الله تصير لفرصة أقراه كلها ولكن في حلقات قادمة وما لا أضع عليكم كثيرا الأخ وسام بغدادي يقول للأسف كلامه صحيح لن تستطيع التقريب لأن ثوابت الفريقين متناقضة ومتعارضة رغم وجود مشتركات كثيرة ما هي هذه الثوابت يا أخي العزيز الثوابت مزلزلة وليس الثوابت الثوابت فقط في القرآن الكريم أما البقية هي نظريات النظريات السياسية متالية خيالية تأويلات تخاطئ القرآن هذه يمكننا ناقشها فما في ثوابت عند الفريقين يقول لأنه لكن هناك فوارق أيضا وعميقة جدا ومن النوادر أن تجد شخصا مستعدا يتخلى عن متبنياتي إحنا ما لازم أيضا نربط التوحيد والتقارب بالمراجع أو بالشيوخ أو بمثلا بعض المعممين إنما إحنا على أرض الواقع كمسلمين كمتقفين كناس عاديين إحنا نحل هذه المشاكل بأنفسنا ونتقارب مع بعضنا من دون المرور بالحوزة وبالمرجعية وبالقيادات وبالزعمات هكذا نكون لا مذهبيين وقد طرحنا موضوع اللامذهبية كطريقة لتوحيد الأمة الإسلامية واللا مذهبية لا تحتاج قرار من فوق كل إنسان هو يشوف الأشياء الجيدة يأخذها في مذهبه والأشياء السلبية يتخلى عنها والأشياء الإيجابية عند الآخرين يأخذها والأشياء السلبية ما يأخذها فصالت عده لا مذهبية الآن النظام العراقي الذي يقال عنه شيعي قد أخذ الشورى من السنة فإذن هذا صار لا مذهبي صار يعني متحد الأخ عباس شنين الأقالي يقول أكبر دعوة تقريب بين السنة والشيعة عندما وصف السيد السستاني دام ظله إخواننا سنة بأنهم أنفسهم فعلا كلام لطيف وتصريح رظيم جيد ولكن نحتاج إلى تعزيزه حتى لا يجي واحد بالحوزة بعد يقولوا ما يمكن إحنا نتقارب أو يواصل بث الأفكار المثابتة الحديث الضعيفة النظريات الأسطورية الخيالية أو الأحقاد ويحثوا على زيارة عاشوراء مثلاً اللي كلها سب والشتم والعين هذا ما يصير الوحدة لازم بها خطوات عملية أيضاً مو فقط شعار نقوله مو فقط كلام أنفسنا لا لازم إحنا نعكس هذا الفهم في كل شيء في الزكاة مثلاً مو زكاة ما يصير تعطيها الواحد سني ما يجيوز الشكل الأخ محمد فياض رضى يقول نطلب من أستاذ الحوزة الإسهاب في كل نقطة مع أعطاء الأمثلة أما عن التوحيد بين المسلمين فلا يتم إلا بإلغاء المذاهب والاحتكام للقرآن المذاهبية رؤى في اجتهادية في بعض المسائل الفقهية سواء الجعفرية أو الحلفية أو المالكية أو الشافعية الكلام عن النظرية السياسية يا أخ محمد النظرية السياسية المعاصرة الآن إذا اتفقنا عليها وهي النظرية الشورى أو النظرية الديمقراطية وتركنا الخلافة الأموية والعباسية والعثمانية هالصور المزيفة من الخلافة وتركنا نظرية الإمامة المثالية الخيالية فرح نتفق ما عندنا مشكلة أخرى الأخ معين زاهد يقول الحق لا يتعدد عكس الباطل فالاختلاف إما أن يكون بين الحق وباطل وهنا لا يمكن التوحيد بينهما أو يكون بين باطل وباطل فالتوحيد بينهما ناتجه باطل فاسلق طريق الحق الذي أراده الله إن اهتديت له ولن يضرك من ظل يعني مشكلة أن كل واحد يعتقد كل شيء عنده هو حق القرآن هو حق أما النظريات التاريخية اللي يسووها الناس بالتاريخ الاجتهادات والتأويلات هذه ليست حق مطلق هذه النظريات لازم ندرسها ونشوفها على أرض الواقع أين هي نظرية الإمامة مثلا الآن إذا الله يجب يعيلنا أئمة عبر التاريخ على يوم القيامة فأين هم هؤلاء الأئمة لا يوجدون فإن هذا كلام باطل ولكن هل تعترف يا أخ معين زاهد بأن نظرية الإمامة مثلا باطلة وليست من مذهب أهل البيت يحتاج دراسة حتى تعرف ما هو الحق وما هو الباطل حتى لا تتكلم بهالصورة هذه أنه أحنا الحق والآخرين على باطل محمد العطواني يقول الطرح علمي لكن فيه مباشرة عالية ما أدري شون يقصد ممكن أن يقصد كلامي ومعظم العوام الشيعة لا يفهمون الطرح العلمي سوى أنه إلحاد أو خروج عن الدين جهاد البدر يقول لا يوجد شيء اسمه تقريب وإنما هناك حق يتبع وباطل يجتنب نفس كلام الأخ معين زاهد أما قضية فهم الآخر فهي من شأن الجامعات والمراكز العلمية والباحثين يعني نجي على الفقرة الأولى من حديثك شنه هو الحق وشنه هو الباطل خلين نكون على أرض الواقع يعني الآن الأخ الزهيري محمد يقول كل المذاهب عندها أصنام بمجرد التعرض لها سيكشروا عن أنيابهم ومو بعيد أن يجتمعوا ويتفقوا على محاربة من يكشف زيف وتناقض موروثهم الرواي الأخ أبو عدي التميمي يقول الأخ أحمد تستطيع التوفيق بين الطرفين حينما تستهدف الأقلاء الباحثين عن الحق الباحثين عن المصلحة الدينية وليس المصالح الدنيوية نعم سيحاربك من يسعى للكسب من التفركة ويستفيد ماديا أو سياسيا أو اجتماعيا بنشر الخرافات بين العامة من بسطاء الناس ويستغل عاطفتهم وطيبتهم ليضحك بعقولهم ويتلاعب بهم ماديا واجتماعيا الأخ عبد الرحمن زياني يقول كيف تتقارب مع من يعتقد بتحريف القرآن هو هذا الكلام ومن يطعم في عرض النبي وطعم في عرض النبي وطعم في شخصه فهو ارتضاء يا أخي عزيز أنت أخ عبد الرحمن ماديوين عايشة يا بيابلد وكيف تنطر للناس وتأخذ معلوماتك وتصوراتك من خلال وسائل الإعلام أو الفضايا الكتروني مثلا يوتيوب أو الفيسبوك فعشوف على العرق الواقع ما أكو شيء ما عدنا شيء من هذا القبيل لا أحد يقول بالتحريف القرآن ولا أحد إلا الشواذ بالتالي في ناس يكفرون بأله أيضا ما نعتبر ذولهم يمثلون المسلمين يمثلون شيعة أو سنة فهذه مشكلة أيضا عن بعض الأخوان من بعيد يصدر أحكام وانه ما يجوز بعد كيف نتقارب مع فلان وفلان هو سوالة في التصور معين عن الآخرين وخلاص أنه إحنا على الحق وذلك على باطن وما يمكن نتقارب معهم فنأمل إن شاء الله أن نكون واقعيين وموضوعيين ودقيقين ونتعرف على أسباب التفرقة الرئيسية أدنا هنا الآن أنظمة ديكتاتورية في العالم العربي ملكية مطلقة وتفرقة في داخل هذه الأنظمة الشعوب صحيح مكموعة ولكن في صراح مخفي ويمكن يتفجر بين عوة وأخرى فهناك جذور للاختلاف والتفرق والفتن في هذه المجتمعات الدكتاتورية المطلقة ولا يمكن أن يتحد المجتمع في ظل الدكتاتورية وظل الإرحام طيب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته